بفعل الحمد لله في الفترة الأخيرة ربنا وفقنا لجذب مجموعة من الشركات العالمية اللي تقيم صناعات إلكترونيات في مصر أضع خط تحت يعني مصطلح صناعات إلكترونيات لأننا لا نسعى إلى مجرد تجميع لأجهزة إلكترونية في مصر هذا أمر يعني تجاوزناه منذ فترة طويلة ولكن نسعى إلى صناعات حقيقية تبدأ القيمة المضافة فيها بـ 40% ثم تزيد إلى أكثر من 60% بدأنا منذ فترة مع شركة سامسونج في إنتاج الحواسب اللوحية أو التابلتس التي توزع على أولادنا من الطلبة في الصف الأول الثانوي ثم تلا هذا جذب مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الهواتف المحمولة وقعنا مع شركة فيفو وبالفعل بدأت مصنع في مصر وقعنا مع شركة نوكيا وأيضا بدأت مصنع لها في مصر ثم أخيرا اتفقنا مع شركة سامسونج على إقامة مصنع جديد على مساحة أكثر من 6000 متر يوفر أكثر من 1400 فرص عمل لإنتاج كل ما يتطلبه السوق المصري من هواتف سامسونج من خلال مصنعها في مصر الهدف طبعا هو خلق فرص عمل في هذا المجال توطين هذه الصناعة في مصر وبالتالي تخفيف العبء على الحصيرة الدولية التي يستلزمها الاستيراد وأيضا خلق قيمة مضافة داخل مصر ثم تصدير هذه الهواتف من مصر إلى الدول المجورة في المرحلة القادمة بإذن الله مستمرون في جذب المزيد من الشركات لكي تقيم مصانع لها في مصر من خلال حزمة من التشريعات المشجعة يمكن منذ فترة تبعتم أننا رفعنا الضرائب ورسوم تنمية موارد الدولة من على الهواتف التي تصنع في مصر قيمتها أكثر من 15% لكي نحفز الشركات لكي تقيم مصانع لها في مصر اشتركوا في القناة